اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الخليج نناقش فيها العلاقات السعودية اللبنانية والبداية مع العناوين السعودية تعيد فتح خطوطها مع لبنان ومع الحريري بعد اشهر من الانقطاع هل العودة سببها خوف المملكة على مصالحها او الخشية من تشتت حلفائها في مواجهة حزب الله سجلت العلاقات السعودية اللبنانية تطورات ايجابية تمثلت باعادة المملكة فتح خطوط التواصل مع بيروت من خلال ارسالها موفدا التقى مسؤولي وسلم دعوة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يلبت ان لباها وذلك بعد اشهر من موضوع استقالته التي اثارت الكثير من اللغط وجاء ذلك في ظل الكثير من التأويلات حول اسباب ما سمي بعودة السعودية الى لبنان تقرير ثم نبدأ النقاش اعادت الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى الرياض الدفء الى العلاقات الثنائية بينه وبين المملكة وبين الاخيرة ولبنان بعد اشهر الغموض اثر استقالة الحريري التي اعلنها من السعودية في نوفمبر الماضي والتقى الحريري الملك سلمان ثم ولي عهده محمد بن سلمان وحرص الحريري على ان يبرز لقاءه مع بن سلمان فيما بدأ انه رد على الكثير من الشائعات حول تدهور العلاقة بينهما وحول ربط ولي العهد بموضوع الاستقالة وجاءت زيارة الحريري بعد ايام من دعوة رسمية من الملك سلمان نقلها المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة الذي زار لبنان اخيرا حيث التقى مسؤولين في مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي كان في طليعة من طلب بعودة الحريري من السعودية بعد اعلانه استقالته بما يوحي بانه كان مجبرا على البقاء التحليلات حول المساعي السعودية تجاه لبنان كثرت ومنها الرغبة باعادة الدفء في العلاقات وكذلك محاولة للملامة شتات حلفائها بعد التفكك الذي اصابهم وبالتالي اعادة احياء الجبهة المواجهة لحزب الله لكي لا يتمكن الاخير من تحقيق نصر كبير في الانتخابات النيابية التي باتت قريبة في المقابل يحتاج لبنان الى دعم سعودية مع اقتراب مواعيد لاحداث دولية تتعلق بلبنان وهي مؤتمرات لدعم الجيش وثاني لدعم الاقتصاد وثالث مرتبط بموضوع النازحين ولكن المراقبين ينتظرون ما يمكن ان تتمخض عنه عودة العلاقات والزيارات المتبادلة بين البلدين نطلع اولا على نتائج الاستطلاع الذي نشرناه على منصات قناة الحرة للتواصل الاجتماعي وكان السؤال هو التالي ما سر عودة السعودية لأحياء التواصل مع لبنان ومع الحريري 41% قالوا حرصا منها على مصالحها في لبنان و43% قالوا انها تسعى لحشد مناوئي حزب الله و16% كان لهم رأي اخر للنقاش في هذا الموضوع رحب بضيفي من عبر الساتلايت من بيروت دكتور اكرم سكرية استاد علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية وعضو مكتب التثقيف السياسي في تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري وضيفي في الاستيديو المدير الاقليمي للمركز الديمقراطي العربي في الخليج غازي الحارثي والكاتب والمحلل السياسي لبناني غسان حبال أهلا سهلا بكم جميعا رحب دائم فيك استاد غازي برأيك من التي دفع المملكة إلى إرسال وفد برئاسة المستشار في الديوان الملك السيد نزار العلولة الذي التقى مسؤولي رفعي المستوى في لبنان وسلم أيضا دعوة لزيارة المملكة تحية طيبة وقت سعيد للجميع أنا أعتقد أن زيارة الموفد السعودي إلى لبنان كانت في إطار التعامل السعودي الجديد في الفترة الأخيرة مع لبنان أنا باعتقادي أن ما بدأ منذ إعلان الرئيس الحريري استقالته من الرياض كان امتداده وزيارة نزار العلولة إلى لبنان أنا باعتقادي أن استقالة الحريري من الأساس والحراك الذي صاحبها من جانب السعودية كان يهدف أولا إلى إجراء صدمة إيجابية داخل المجتمع لبناني كما قال الرئيس الحريري وهذا يتوائم مع الخطاب السعودي في تلك الفترة الذي كان يحاول حشد صف داخلي في لبنان ضد حزب الله ضمن إطار سياسة دولية موجهة إلى حزب الله تحقق هذا الهدف باعتقادي عندما عاد الرئيس الحريري إلى لبنان ورأينا التفاعل الشعبي والوطني حتى من تيارات وطوائف ربما كانت متوائمة إلى حد ما قبل إعلان حريري الاستقالة مع حزب الله ثم كان امتداد هذا عندما تحققت أهداف ربما دعني أقول 70 إلى 80% أهداف هذا الأمر تحققت وذهب فيما بعد عندما خفت حدة الخطاب ذهب السيد نزار العلولة إلى لبنان في إطار سياسة تهدف إلى توحيد فعلا للصف الذي يعمل ضد حزب الله خصوصا أنه الآن هناك مسألة الانتخابات النيابية المقبلة ولا يمكن أن يجري في لبنان أو أن تعمل السعودية في لبنان أي أمر قد يثير زعزع معينة في إطار هذه الأجواء لكن ربما ما أرادت السعودية تحقق إلى حد ما في لبنان نعم دكتور أكرم تحدث كثيرون وبعضهم من تيار المستقبل عن قطيعة سياسية بين الرئيس الحريري والسعودية فهل انتهت هذه القطيعة بعد دعوته لزيارة السعودية وتلبية الدعوة شكرا لأستضافتكم وأنا بحب أكد أنه موضوع انقطاع العلاقات بين دولة المملكة العربية السعودية والدولة اللبنانية هذا شيء مستحيل يصير وبالتأكيد وبالتالي انقطاع العلاقة بين المملكة وبين دولة الرئيس الحريري هذا شيء كمان بعد أنا مش محل احتمال هذا منفي أصلاً صار فيه التباس بلحظة معينة وغايمة صيف نتيجة قراءات متعددة للوضع السياسي اللبناني وكيفية المواجهة مع المشروع الإيراني بالمنطقة العربية هذا الموضوع انحصم هلأ بدعوة بزيارة سيد نزار علولة ودعوة الرئيس الحريري على المملكة بتبني خيار التسويه اللي صار باللبنان والتأكيد عليه لانه هاي التسويه حمد الساحة اللبنانية من انه يصير فيها مثل ما صار بسوريا وبالعراق المعركة مع المشروع الإيراني هي معركة مفتوحة بكل العالم العربي ولكن تحييد لبنان عن هالمواجهة المسلحة كان هم الرئيس الحريري أصلا بالتسويه من خلال انتخاب الرئيس عون فخامة الرئيس رئيس الجمهورية اللبنانية واستمراره بنهج سياسة نقي بالنفس عن مشكلات المنطقة بنقي بمعنى نقي التدخل المباشر الموقف السياسي لتيار المستقبل بعض واضح ضد مشروع التدخل الإيراني بالشؤون الداخلية للعالم العربي كله لكل دول العالم العربي ولكن كيفية المواجهة عم تختلف من ساحة لساحة بسوريا المواجهة عم تكون مواجهة عسكرية بلبنان تيار المستقبل رعى منذ بداية تدخل حزب الله في سوريا رعى تحييد لبنان والسؤال اللي بينطرح هون هو لماذا في حرب بسوريا وبلبنان ما فيه علما أنه أحد أطراف الحرب بسوريا هو حزب الله اللي هو حزب لبناني هو موجود في لبنان ولكن ما في حرب بلبنان لأنه بلبنان قدرنا برعاية تيار المستقبل دوتر رئيس عاد الحريري والقيادة تيار المستقبل جميعا قدرنا نحييد لبنان نحييد البيئة الحاضنة لتيار المستقبل أنها تلتحئ منها مجموعات بخيارات تطرف مع ملاحظاتنا ومواجهتنا السياسية مع المشروع الإيراني على صعيد العالم العربي بما فيه بداخل لبنان نعم سيدي رح أنت أقولك أستاذ غسام دكتور أكرم يقول انقطاع العلاقة بين السعودية واللبنان المستحيل يصير طيب كيف تقرأ ما وصفه البعض بالعودة السعودية إلى لبنان عموما والحريري بشكل خاص بعد زيارة السيد نزار العلولة الصراحة لا أريد أن أنطلق من أنه كان هناك علاقة انقطعت وعادت في الواقع العلاقة المميزة بين لبنان والمملكة السعودية تعود إلى عهود الاستقلال لبنان الأولى وهذا الحرس السعودي على أمن وسلام لبنان وعلى هذه العلاقات كانت تؤكد ذاتها عند كل منعطف متمثلا مثلا باتفاق الطائف سنة 1989 الذي رعى اتفاق الطائف بين اللبنانيين والمصالحة بين اللبنانيين وإعادة نهود لبنان هي المملكة العربية السعودية بشكل أساسي وأكثر من ذلك إذا أريد أن أحكم حتى على علاقة لبنان بعمقه العربي دائما كان هذا العمق يتنصل في العلاقة مع السعودية ومع مختلف الدول العربية كان متمثلا أريد أن أحكم على اللبنانيين العاملين منذ البداية منذ الاستقلال في السعودية لم تميز السعودية في يوم الأيام بين لبناني ولبناني بين لبناني مسيحي ولبناني مسلم بين لبناني شيعي ولبناني سني كانت تعامل سواسية وبالدليل وجود اللبنانيين وتأييد معظم اللبنانيين لهذه العلاقة المميزة وحرصهم عليها هذا بالنسبة إذا أردت أن أتكلم عن الشعب عن المواطن اللبناني لكن هذا الحرص على العلاقات لا يأتي عادة من طرف واحد يجب أن يقبله طرف آخر لبنان كل عمره كان محايدا في العلاقات حين يحدث خلاف عربي عربي كان لبنان إما محايدا إما دور فاعل لتقيب وجهات النظر وإجراء هذه الملاحظات وكان دوره الرسمي فاعلا جدا فبالتالي كان المنتظر أن الدبلوماسية اللبنانية تلعب دورا عند هذا المنعطف الذي حصل مع بدايات الثورة السورية ومع بدايات تدخل حزب الله في سوريا رغم أنه في موقع رسمي بلبنان حزب الله وليس حزب مطلق هو ممثل في الحكومة هو ممثل في مجلس النواب اتخذ قرارا فرديا إقليميا بهذا التدخل كان يجب على الدبلوماسية اللبنانية هنا أن تبادر إلى تحييد لبنان وهنا حصل المفترق السعودي في هذه اللحظة نعم سأقول لك أستاذ غازي ما رأيك بربط البعض تحرك السعودية باتجاه لبنان هذه الفترة بعد زيارة السيد نزارة العلولة على أنه مسعى لإعادة السيد سعد الحريري إلى الحضن السعودي لا أنا لا أذهب إلى هذا المسألة وأتفك مع الأستاذ غسان بأن السعودية لم تترك لبنان حتى تعود إلى لبنان أنا باعتقادي لم تحتس فتور في العلاقة بين سعد الحريري وبين السعودي ربما يكون حدث لكن أنا لا أتصور هذا الأمر أنا أذهب أساسا إلى أن كل ما جرى كان رغبة من السعودية أولا ومن الرئيس الحريري إلى العودة إلى نقطة البداية التي بدأت بالتسوية التي أوصلت السيد الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة والرئيس ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية والتي كانت أساسا تقتضي مبدأ النائب النفس وعلى أساس هذا الأمر جاء الرئيس ميشيل عون إلى السعودية كأول زيارة خارجية له وكان هناك من التطمينات والوحود السعودية للرئيس عون يعني ما طالعناه جميعا في هذا الأمر أنا لا أعتقد حقيقة بأن الرئيس الحريري يحتاج في هذه الفترة حاليا إلى خطاب إعلامي سعد غازم تتكلمت عن زيارة سيد ميشيل عون الرئيس ميشيل عون للسعودية ولكن بعد هذه الزيارة لم تحدث أي تطورات ملموسة في العلاقات لبنانية السعودية ولذلك أرادت السعودية بعد سنة حسب معلوماتي بأن هذه التسوية أعطيت فترة زمنية لمدة سنة حتى يحصل ما تم الاتفاق عليه في زيارة الرئيس عون إلى السعودية الأمر لم يحدث لذلك أرادت السعودية بعد مشاورات مع الرئيس الحريري الذي كان أحد أطراف التسوية وبعد مشاورات مع أطراف لبنانية داخلية عدة أرادت أن تعود إلى نقطة البداية وهي مسألة التسوية وتعاود البناء على هذه المسألة وأعتقد أنه لم يكن هناك تعاطي إيجابيا من ناحية التيارة الوطني أو الحر أو مؤسسة الرئاسة نفسها برأسة العماد عون لكن في هذه المسألة تحديدا ربما مثل ما قلت في الإجابة السابقة أنه بعد تحقق 70 إلى 80% من النتائج التي أريدت من استقالة الحريري من الرياض ومن الضغط السعودي الذي اعتبر البعض أن السعودية ربما تقوم صباحا مع أي طرف آخر بقصف مواقع الحزب الله أعتقد أن النتائج تحققت فبالتالي ليس هناك حاجة تقصد أن التهديل السعودي بعملية القصف هو من أعاد الأمور إلى ميزانها في البعض؟ أنا لا أقول أن السعودية هددت بالقصف لم تهدد السعودية بالقصف بشكل مباشر كان هناك البعض يتوقع أن تقصف السعودية غدا حزب الله وأعتقد أن هذا الأمر مستبعد على الأقل في الفترة حالية لكن النتائج التي أريدت من ارتفاع حدة الخطاب السعودي وهو خطاب جدي فعلا التي أريدت بارتفاع الخطاب تحققت إلى حد كبير الرئيس الحريري عندما عاد رأينا رحبنا في الكلام إلى هنا لن نطلع فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل دكتور أكرم تحدثت أنباء في صحف لبنانية قريبة من حزب الله أن العودة السعودية إلى لبنان جاءت بعد مساعي عربية وغربية لكي لا تخسر السعودية حليفها الأول في لبنان فهل تعتقد أن الإنعطاف السعودية جاءت بعد مساعي من هذا النوع؟ علاقة المملكة العربية السعودية بلبنان علاقة استراتيجية أساسية مستمرة تعرضت لهزة غيمة صيف طارئة في لحظات معينة وانتهت العلاقة ليست لبنية على قاعدة مصالح فقط إنما أبعد من ذلك على قاعدة سوابة سياسية استراتيجية من قبل المملكة تجاه الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومن قبل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني تجاه المملكة في علاقة أشار إليها البعض من المحدثين بأن علاقة قديمة عميقة في التاريخ وليست محل نقاش ما جرى اليوم هو استمرار لمكان قائم إنما صار فيه اختلاف بلحظات معينة حول كيفية المواجهة على الساحة اللبنانية للمشروع الإيراني وأعتقد أن دولة الرئيس صعد الحريري أدرى بالشعاب اللبنانية من غيرها كما أنه أهل مكة أدرى بشعابها فأعتقد أن الأمور استقرت على خيار أولا تثبيت التسوية السياسية في لبنان ثانيا استمرار المواجهة مع المشروع الإيراني في لبنان من خلال سياسة النائب النفس وتوحيد القوى المتضررة من التدخل الإيراني في العالم العربي وهي مساحتها واسعة في لبنان باستثناء حزب الله وبيئة حزب الله لحزب الله تحديدا يعني بيئة حركة أمل والبيئات الأخرى لحزب التقدم الاشتراكي أو للتيارة وطير الحر أو للقوات اللبنانية أو للحزب الكتائب أو للتيارة المستقبل هذه البيئات متضررة من دخول المشروع الإيراني إلى العالم العربي وبالتالي هي تحالف موضوعي مصلحي بحماية لبنان وإنقاذه من خلال اعتماد سياسة النائب النفس والحديث عن أن حزب الله بالانتخابات سيربح وسيحكم لبنان وسيسيطر على المجلس النيابي فيه الكثير من التهويل غير الواقعي لأنه إذا فتنا بالتفاصيل اللبنانية السياسية اليومية نحن اللبنانيين نعلم أن خيار بيئة الحاضنة للتيارة الوطنية الحر كما البيئة الحاضنة للقوات اللبنانية ولحزب الكتائب خيارها في مشروع الدولة وليس في مشروع حكم البنيشيا وبالتالي لبنان لا يحكم من خارج دكتور ولكن أشياء بأن جمهور تيارة المستقبل امتعضة من الملابسات التي أحاطت باستقالة الرئيس الحريري ما رأيك في هذا الحديث؟ هو انسجاما مع كيفية المواجهة هل كيف نواجه المشروع الإيراني في لبنان؟ هذا هو السؤال إذا كانت المواجهة على الطريقة السورية فطبعا نحن كشعب لبناني نعتبر أننا لسنا بهذا الوارد بالعكس لقد استطاع تيارة المستقبل أن يحمي البيئة الحاضنة له منذ بدايات الأحداث في سوريا من أن تنزلق مجموعات منه باتجاه تطرف وبالتالي كانت قيادة تيارة المستقبل تواجه من جهة التطرف في البيئة الحاضنة لآلها ومن جهة تطرف حزب الله رح أن تقول لك دكتور أستاذ غسان طبعا سألت دكتور أكرم عن هناك أشيء عن امتعاض من الملابسات التي أحاطت باستقالة الرئيس الحريري يعني امتعاض من الجمهور التابع للحزب فهل لمستم أي تغيير في المزاج السني العام في لبنان اتجاه السعودية وما حقيقة هذا الامتعاض؟ لا أستطيع يعني أنا كمتابع أعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودين الكل فيها السني وغير السني والمسيحي والشيعي أنا أميل للاعتقاد من خلال المتابعة إلى أن ما حصل هو ضياع في الشارع السني وليس تغييرا ما حصل ضياع لأن التعاطف موجود مع ضياع من أين ناحية؟ ضياع من ناحية أن هذا التعاطف في الشارع السني هو مع السعودية ومع طيار المستقبل ومع الرئيس الحريري يعني ما كانت في أي عملية امتعاض وليس امتعاضا هو ضياع عبر عن نفسه يعني بطريقتين يعني أنا لا أريد أن أنسى أنه المواقع التواصل الاجتماعي يدخل عليها كل الناس موجودين ولا أريد أن أقول أنه كل الناس ستدخل ببراءة أو موجودة ببراءة على مواقع التواصل الاجتماعي هناك أسماء مستعارة هناك أهداف سياسية إلى جانب الأهداف الطبيعية لأي مواطن عادي يدخل سيدي ولكن ردات الفعل على الاستقالة وجدنا ردات فعل عنيفة جدا طبعا من هنا لا أريد هذه التعليقات العشوائية التي يكون بعضها متعمدا أحيانا بالتعبير عن امتعاض هو عمليا لتسكيته لكسب الرأي العام المضاد ضد ما حصل ضد هذا يعني عدم التفاهم الذي حصل إلى جانب وسائل التواصل الشيء هناك عامل سلبي تدخل كمان في هذا الأمر هو تعصر المؤسسات الخاصة التي كانت تابعة للرئيس الحريري التعصر المادي سعودي أو جي تحدث سحديدا عن سعودي أو جي وهذا التعصر لم يكن ليس متعمدا من المملكة هناك مؤسسات خاصة كثيرة أصابها التعصر في المملكة السعودية نتيجة الأوضاع الاقتصادية عمليا هناك من تحدث بأن هناك فتور في العلاقة بين الرئيس سعاد الحريري وبين المملكة بسبب قضية سعودي أو جي هذا لا يستيقل لو كان هناك امتعاض لا تحدث بشكل مباشر رئيس حريري عن هذا الأمر هو لم يتحدث في هذا الشأن هو يتحمل التعصر القائم ويعد بحل مشكلته المالية عندما يحدث عندما ينجز الحل النيائي بالنسبة لسعودي أو جي في السعودية ستعود الأمور إلى طبيعاتها أغلب الزر وحاليا عادت حتى المؤسسات يعني الخاصة في بيروت عادت لمسارة طبيعية ربما هناك صغرة حدثت خلال الفترة الماضية ولكن الآن هذه الموظفين يقفضون رواتبهم المشكلة هي على طريق الحل هذا هناك من ساهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإحاء أن هناك تغيير في مزاج الشارع السنة لا هناك ضياع بدأ يلملم نفسه حاليا وهذا ينعكس على مواقع التواصل الاجتماعي نعم أستاذ غازي كيف تتوقع أن تنعكس عودة المياه إلى مجاريها في العلاقات اللبنانية السعودية ولسيما أن الملك سلمان أكد عن دعم لبنان فيما ينتظره من مؤتمرات دولية فيما يتعلق بالجيش والاقتصاد اللبناني وأنا أعود أيضا لما قلت في الإجابة السابقة بأنه من الأساس لم تذهب إلى علاقة حساسا أنا باعتقادي أنه كان هناك نوع من التسييس الإعلامي للخطاب من ناحية حزب الله عندما أعلن رئيس الحريري استقالته من الرياض كان الهدف من هذا الأمر هو محاولة تفكيك العلاقة بين السعودية والحريري لجبار الحريري على خروج لكن الخطاب ربما بدأ مبكرا بعد إيقاف السعودية الهبع إلى لبنان لا أنا لا أميل إلى هذا الأمر أساسا إيقاف السعودية للهبع إلى لبنان كانت سياسة منفصلة عما يجري اليوم باعتقادي ولو كانت مشابهة لحد كبير لكنها كانت في مجال منفصل المسألة الآن ولو تابعتي الإعلام المحسوب على حزب الله كان هناك هدف من وراء ذلك بنزع العلاقة السعودية مع سعد الحريري بأقوى ما يمكن وبذلك لا يكون للرئيس الحريري أي تواصل خارجي أو مع قوى عربية إقليمية هذا الأمر سيعني أن حزب الله سيتمكن أولا من تشكيل صف داخلي قوي سيتمكن من أن يتفوق في الانتخابات القادمة وأيضا سيتمكن من أن يفرض ويقوي نفوذه ضد المسائل أو ضد ما تردد مؤخرا بأن هناك توجه دولي وإقليمي لمحاصرة أو ضرب حزب الله هذا هو كان الأمر المستهدف من هذا الأمر أما مسألة عودة السعودية إلى لبنان أو عودة العلاقات بين السعودية واللبنان أنا باعتقادي أن السعودية دائما تدعم لبنان أنا لا أتفق مع مسألة الدعم اللا مشروط أنا باعتقادي أنه يجب أن يكون هناك دعم مشروط الجميع وقال يا أستاذ غسان قبل قليل بأن دعم السعودية في لبنان متجدل هذا الأمر باعتقادي أن مسألة أيضا الهبة التي قلتها كانت مشروطة هذا أمر جيد جدا الآن عندما قال الملك سلمان أخذ تعليق بسيط من أستاذ غسان هل فعلا بدأت الفتور في العلاقة بين السعودية واللبنان بعد إيقاف الهبة لا أعتقد ذلك هو العلاقة يعني أسيسا خلفية هذه العلاقة أو هذه الاستغرار التي حدثت هي خلفية سياسية في الواقع وأكبر دليل يعني الآن الحرص السعودي حاليا وليس يعني تتحدث سياسية بمعنى ماذا تتحدث صحف حاليا عن أن المملكة السعودية تريد أن تعيد اللحمة بين قوى 14 أزار أنا لا أعتقد أن هذا الهدف السعودية دائما كانت على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية السعودية الآن تريد أن تحمي هذا التوازن الذي يمكن أن يمثله الرئيس الحريري في لبنان ومن هنا جاءت هذه العلاقة يعني هذه الحرص على العلاقة مع القوات اللبنانية ومع أطراف أخرى ومع الكتابة ومع مختلف الأطراف اللبنانية أن الوفد السعودي الأخير أول منزل أستاذ غرسان بالحديث عن 14 أدار يحكي أن تحالف قوى 14 أدار أصبح في خبركان في ظل التسوية السياسية التي سار بها الرئيس الحريري في ظل التحالف الانتخابي مع بعض المناطق مع تيار الوطن الحر هو ليس لأن الوطن الحر لأن تيار الوطن الحر هناك قانون انتخاب شائق لكن بعض ناصر 14 أدار تحالفت مع تيار الوطن الحر الكل سيهدئ هذا القانون يفرض على الجميع التحالفات تؤدي إلى وصوله إلى الندوة البرلمانية فهذا الذي يتحكم حاليا وليس 14 أزار الآن الكل سيذهب إلى بصلحته الانتخابية محكوما بهذا القانون هناك سغرات في هذا القانون السغرة تصيب المواطن أكثر أستاذ غسان هل سابقا كان في تحالف بين 14 أدار وتيارات أخرى في العملية الانتخابية؟ طبعا عادة كل موسم انتخابي كان يحدث هذه التحالفات يعني ليس جديد وتنفك بعد الانتخابات هذه التحالفات تنفك وتعود كل طرف يعود إلى قواهده سالما وتبدأ اللعبة من خلال مجلس النواب حاليا يعني بال2009 حصلت تحالفات ربما لم يكن يتصوروا العقل بس حصلت وانفكت بعد الانتخابات مباشرة وعادت المياه إلى مجال فهذا طبيعي يعني بالعملية السياسية أن يبحث وفقا للقانون أن يبحث كل طرف عن مصلحته نعم دكتور أكرم في دقيقة واحدة إذا تكرمت تحدثت تحليلات عن رغبة سعودية في ردم الهوى الحاصلة بين تيار المستقبل القوات لبنانية لتعزيز الجبهة في مواجهة حزب الله قبيل الانتخابات النيابية فهل كان هناك أي تحرك سعودي في هذا الاتجاه؟ ما أريد أن ألفت إليه أن يوم 14 أدار 2005 شاركت كافة البيئات اللبنانية باستثناء البيئة الحاضنة على حزب الله بهذه المظاهرة المليونية وبيئة التيار الوطني الحر كانت مشاركة من أصل المكونات 14 أدار والوزير جبران باسيل كان منظما في حركة 14 أدار ما أراه اليوم هو استعادة هذا اليوم وليس انحلال 14 أدار هو استعادة يوم 14 أدار للأصل السابت لهو كان فيه كافة البيئات اللبنانية مشاركة بهذا اليوم وبالتالي لم تنحل 14 أدار بس بالعكس تم التأكيد على عودة 14 أدار إلى أصلها وإلى منبيعها إما بخصوص التحالفات الانتخابية كما أشار الزميل غسان فهي تحالفات انتخابية دكتور أكرم نوقف له هنا ناخد فاصل فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل دكتور أكرم قبل الفاصل كان لديك تعليق على ما ذكره الدكتور غسان عن التحالفات الانتخابية ما أؤكد عليه هو أن التحالفات الانتخابية هي تحالفات اللحظة بخلفية تحقيق أكبر الفوز بأكبر عدد من مقاعد النيابية وبالتالي التحالفات تكون حسب الدائرة نرى تيار المستقبل متحالف مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في جزين بينما هو متحالف مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي فيه عليه الشوف وبالتالي هذه التحالفات تحالفات اللحظة إنما في شي قطعي أنه لن يكون هناك تحالف بين تيار المستقبل وبين حزب الله هذا ليس واردا أما تيار الوطني الحر فهو من القوى السيادية في لبنان وكان في أصل 14 أدار ولم يكن خارجها إنما السياسات التي اعتمدت ما بعد 14 أدار هي التي أبعدت بيئة طيال الوطني الحور نسبيا عن قوى 14 أدار ولكن طيال الوطني الحور كما القوات اللبنانية كما حزب الكتائد كما الحزب الاشتراكي كما طيال المستقبل هي قوى سيادية أهمها مشروع الدولة اللبنانية والوصول بمشروع الدولة للحكم وليس بمشروع دولة نعم سيدو لكن كان خطابكم مختلف اتجاه التيار الوطني الحر سابقا نعم وهي سياسات لقد قال الرئيس الحريري في مقابلة تلفزيونية أمس ببرنامج خاص تحت عنوان برنامج دق الجرس قال هذه التسوية التي أجريت في عام 2016 كانت يجب أن تتم في 2005 نعم سيدي رح أنت أقول لك أستاذ غازي كان هناك أنباع نعم سيدي اكمل إذا تكرمت اكمل دكتور أكرم اكمل وبالتالي خيار التسوية السياسية الذي أتى بفخامة الرئيس الجمهورية العماد عون إلى السلطة كان رأي الرئيس الحريري أن يتم هذا الخيار وهذه التسوية أن تتم في عام 2005 بعد استشهاد دولة الرئيس الحريري وبالتالي نحن قد أكون ذهبنا بعيدا في الإعلاميا في اتهام والحديث عن التيار وطني الحر إنما بالواقع الفعلي مصلحة الموضوعية لبيئة الحاضنة للتيار الوطني الحر هي في خيار الدولة وليس في خيار حكم الميليشيا نعم سيدي رح أن تقول لك أستاذ غازي كان هناك أنباع لأن الخلاف السعودي مع الرئيس الحريري سببه عدم اعتماده أسلوب أكثر هجوميا في مواجهة حزب الله فهل تفهمت المملكة الآن الرأي القائل بعدم رغبة الحريري الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب يؤدي إلى توتر الساحة الداخلية في لبنان أو نشوب حرب أهلية؟ أنا لا أعتقد حقيقة بأن الرئيس الحريري حقيقة قام بأسلوب أكثر قوة مع حزب الله هذا أول لكن لا أذهب إلى أن السعودية ضغطت في هذا الاتجاه هذا ما أعتقده لم تضغط السعودية على الرئيس الحريري لأن يقوم بأي جهد أكثر قوة وأكثر شراسة ضد حزب الله في هذا الأمر أولا لأن الرئيس الحريري رئيس حكومة والحكومة هذه ضمنها حزب الله فلا يمكن أن يقوم بأي إجراءات ربما تضر أساسا المسار الذي تعمل عليها الآن الحكومة لكن هناك مسألة مهمة وهو أن السعودية ترغب من الرئيس الحريري حقيقة أن يعود إلى المبدأ الذي تم الاتفاق عليه وهو والرئيس سعون أساسا أن يفعلوا المبدأ الذي تم الاتفاق عليه عندما تمت التسوية وهو النائب النفس النائب النفس ليس هناك أي مشكلة حوله فقط إلا أن حزب الله يتوسع خارجيا يتدخل في شؤون عربية تضر بمصالح عربية وهو لا علاقة لها بها هذه هي المسألة فقط بكل تجرد ليس هناك مشكلة في اتفاق التسوية إلا أن حزب الله يتدخل في شؤون لا علاقة له بها وهذه الشؤون تضر بمصالح لبنان إذا لم تستطع الحكومة ومؤسسة الرئاسة وكل المؤسسة الثلاثة في لبنان إذا لم تستطع محاصرة أو كبح جماع هذا الجموح الذي يقوم بحزب الله فأعتقد بأن عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر أنا أعود لما قلتي لا أعتقد أن السعودية ضغطت لأن هناك نوع من الإريحية على مدار السنة الماضية أعطتها السعودية للرئيس سعد الحريري لكي يحاول أولا تطبيق سياسته التي قال بأن النبي النفس وما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عون عندما جاء إلى السعودية هذا الأمر لم يتم خلال هذه السنة إلى حد ما وبالتالي رأينا حدثت الآن بأن السعودية لم تدفع الحريري لاستخدام أي أسلوب هجومي على حزب الله وليس هذا هو مصدر الخلاف كان هناك اتفاق تسوية اتفاق التسوية نص على مبدأ أساسي هو النائب النفس كيف تصنف خطاب كتلة المستقبل أو خطاب سعد الحريري الآن لحزب الله أنا باعتقادي أن خطاب الحريري الآن هو واضح لا تحالف مع حزب الله في مسألة الانتخابات النيابية أيضا على حزب الله أن ينسح من لبنان الخطاب واضح لكن الحديث عن الإجراءات العملية في هذا الأمر يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر عملية تظهر نتائجها على الأرض بغير ذلك لا يمكن تحقيق أي أمر انسحاب حزب الله من سوريا أو لبنان انسحاب حزب الله من سوريا هذا أمر مؤكد انسحاب أيضا توقف حزب الله عن دعم الميليشيات الحوثية في اليمن توقف حزب الله عن إمداد بعض الجماعات في البحرين بالسلاح وتوقف حزب الله عن أي نوع من التمدد الخارجي توقف أي طرف لو لم يكن مثل ما كنت في السابق لو لم يكن حزب الله لو كان هناك أي طرف معي سني شيعي مسيحي يتمدد خارج لبنان وهو لا حق له بذلك فستفعل السعودية نفس الأمر هذا الأمر عندما نرى أن السعودية تقوم بحراك كبير ناحية لبنان نعتقد أن هذا الأمر هو لحماية لبنان أساسا من مسألة ربما تزعج المجتمع الدولي لو انزعج المجتمع الدولي من تدخلات حزب الله الآنية التي هي امتدادة للتدخلات الإيرانية فسوف يرحك الضرر بلبنان كلها الآن لدينا بشكل واضح توجه دولي لمواجهة النفوذة الإيرانية هو غير منفصل أبدا عن مسألة مواجهة حزب الله لو تم مواجهة حزب الله من المجتمع الدولي بشكل كامل حتى لو تحدثنا عن مسألة القرار تحت البند السابع فسوف يتضرر لبنان لذلك السعودية تعمل على تجنيب اللبنانيين من هذه الناحية حزب الله أعتقد أنه غير آبه إلى هذا الموضوع حتى الآن حتى هذه الفترة وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر عملية خطاب الرئيس الحريري منذ 14 آذار عندما دخل العالم السياسي أعتقد أنه كان واضحا لكنه لم يكن بتلك الفاعلية هناك حاجة حقيقة في هذه المرحلة تحديدا إلى أن يكون أكثر فاعلية أولا وثانيا وثالثا لتجنيب لبنان أي مخاطر محتملة قد لا يقدر عليها اللبنانيين وضعت الفكرة رح أن تقولك دكتور أكرم كيف تتوقع آلية تعاطي الرئيس الحريري مع موضوع حزب الله فهو يفصل في معادلته بين حزب الله والتيار العوني مع أنهما حليفين وعلاقته غالبا جيدة مع الرئيس بري أي حليف حزب الله فهل تعتقد أن السعودية يمكن أن تتفهم هذه المهادنة بين حليفها وعدوها الرئيسي في المنطقة بعد إيران أنا أكد وأنا متابع للسياسة اللبنانية أن التيار الوطني الحر والبيئة الحاضنة للتيار الوطني الحر ليس حليفا استراتيجيا أو أساسيا لحزب الله بالعكس هذه البيئة تعتمد سياسة بناء الدولة وبالتالي يكرر وزير خارجية لبنان رئيس حزب الطيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يكرر على كافة الشاشات وفي كافة المناسبات أننا نتباعد مع حزب الله حول خيارات بناء الدولة وهذه من السوابت في سياسة التيار الوطني الحر بالأخص بعد وصول فخامة إيرج جمهورية وبالتالي نحن نبالغ عندما نقول أن التيار الوطني الحر وحزب الله حليفان ليس حليفان كان في ظل تفاهم قد يكون لهذا التفاهم سلبياتي وأجيبياتي في الفترات السابقة إنما إنما الآن التيار الوطني الحر ممثلا بفخامة رئيس جمهورية هو في رأس بناء الدولة ومطلحته بناء الدولة في لبنان وبالتالي متعارض موضوعيا مع مشروع ميليشيا حزب الله لذلك أنا أؤكد أن التيار الوطني الحر إذا ما تحالف انتخابيا اليوم مع حزب الله في هذه الدائرة أو تلك إنما لظروف انتخابية فقط أما سياسيا وستراتيجيا التيار الوطني الحر مصلحته في بناء الدولة وهذا ما لا يناسب حزب الله نعم سيد غسان ما رأيك بما ذكرها دكتور أكرم بأن التيار الوطني الحر ليس حليف لحزب الله كما يشاه هذا التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر جاء في ضمن خطة لوصول الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية وهذا ما حصل في السياسة ليس هناك تحالفات سابتة نهائية ولكن في الفترة الحالية أليس حليف لحزب الله؟ في بعض المناطق التيار الوطني الحر لا يتحالف مع حزب الله في البعد الانتخابي وهذا كما قلنا هناك تحالفات اللحظة هذه التحالفات من سيقررها هو نتائج الانتخابات النيابية أين هو التحالف ثابت وأين هو متحرك هناك مصالح ستحكم مجلس النواب الوطني نعم دكتور أكرم لدي تعليق دكتور غسندا تكرمت تفضل دكتور أكرم تسمح لي فوت على الخط أولا كتبت الصحف اللبنانية عن نهاية خليات يوم السابت عندما كان العماد عون في الرابي قبل وصوله إلى رئاسة الجمهورية كان يجتمع عنده كل يوم سابت شخصيات لبنانية معروفة ذات هوية سياسية محددة مرتبطة إلى حد بعيد بالنظام السوري هذه الخلية انتهت وكتبت الصحف اللبنانية اثنين اثنين في تأكيد كل يوم بكسروان اليوم كسروان جبال معقل التيار الوطني الحر ليس هناك تحالفة مع حزب الله في جزين صيدة معقل أساسي لحزب الله ليس هناك تحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله وبالتالي مقولة الحليفين اعتقد انها لم تعد مناسبة بعد انتخاب فخاربة الرئيس اذا دكتور اكرم لديت استفسار ما طبيعة العلاقة كيف تصف العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله هي على تباعد وتباعد مستمر ومزيد ومزيد من التباعد كل يوم يظهر هذا التباعد في المواقف السياسية وفي الخطاب السياسي وخاصة عند الوزير جبران باسيل الذي قال أمس على شاشة التليفزيون ببرنامج دقة جرس قال للطلاب للتلاميذ نحن نفترق عن حزب الله في بناء مشروع الدولة نعم سيدي فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل ساد غسان في زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية ماذا بحثها في السعودية وماذا سمعها من القيادات السعودية لا يمكن في هذا الموضوع لا يمكن الحديث أنا نتحدثها برأيك أنت يعني عما لم يعلن ولكن في الاستنتاج واضح أنه في هذه الزيارة لم يكن الرئيس الحريري مستمعا أكثر منه متكلما وبالتالي يعني في الاستنتاج يمكن مشاهد في الوقائع لقد عاد يعني زيارة الوفد السعودي إلى لبنان ودعوة الرئيس الحريري من ثم إلى المملكة إلى الرياض انعكست ارتياحا في لبنان وانعكست ارتياحا في موقف الرئيس الحريري أنا أعتقد أنه كان يجب على الرئيس الحريري أنه فعلا يتحدث عن موقفه كرئيس حكومة عن الظروف التي تحيط به وهي صادقة ولم يتنكر لها أحد هذه الظروف أنه هو موجود في داخل موقع رسمي هو رئيس حكومة يتعاطى من كل الأطراض وعنده في إلى ذلك عنده استحقاقات انتخابية الانتخابات نيابية لا يستطيع أن يهمدوا أو يتهاود فيه هذا الارتياح انعكس أيضا على حلفاء الرئيس الحريري أو على ما كان يشكل نواة قوى 14 أزار فهؤل هذه القوى بعضها خارج إطار الحكم وهي حرة في التصرف وفي التعبير عن مواقفها أكثر هذه مهمتها على ما أعتقد وهذا ما تعرفه السعودية تماما مهمة هذه القوى أن تحمل رئيس الحريري في موقعه حيث لا يقدر أن يتصرف الرئيس الحريري هذه القوى تستطيع أن تقف في وجه تجاوزات حزب الله إذا أردنا أن نتحدث عن تجاوزات في الموضوع الإقليمي نعم أمتدل لأستاذ غازي استاذ غازي برأيك حيث أنه لم يعلن نتائج اللقاب بين الرئيس الحريري والسعودية الذي ذهب لهم أخرى برأيك ماذا قال الحريري وماذا قالت السلطات السعودية له أنا أتصور حقيقة ومثل ما قلت في إجابات أيضا سابقة بأن هناك سياسة متوائمة بين السعودية والرئيس الحريري في التعامل مع المسألة اللبنانية مثل ما قلت كان في البداية هناك مسألة صدمة إيجابية مثل ما قال الرئيس الحريري ومن ثم عندما تحققت نتائج من 70 إلى 80% من نتائج هذه الصدمة الإيجابية رأينا تصريح للأمير محمد بن سلمان قبل أيام لماذا لم تعلن نتائج اللقاء برأيك لماذا لم تعلن نتائج زيارات الحريري المحادثات الرسمية لا تعلن بالعادة لكن هي تبحث ويعلن أنها بوحدة لكن لا يعلن ما صدر منها وباعتقد أن المسألة اللبنانية لا يجب أن تعلن أيضا ما يحدث فيها خصوصا في مثل هذا التعقيد الجاري حاليا لكن أعتقد حقيقة بأن زيارة الرئيس الحريري كان لمراجعة نتائج ما حصل بعد عودة الرئيس الحريري من الرياض بعدما عاد من استقالته هناك مراجعة هناك توائم في الخطاب رأينا الأمير محمد بن سلمان بعد لقاءه بالرئيس الحريري عندما قال بأن الرئيس الحريري في وضع أفضل الآن من حزب الله أنا بأعتقد أنه قبل استقالة الحريري كان حزب الله في وضع أفضل انتخابيا وسياسيا من رئيس الحكومة حزب الله من رئيس الحكومة سعد الحريري الآن بعدما جرى كله وبعدما أحدث الرئيس الحريري أعتقد بذكاء منقطع النظير بعدما أحدث صدمة إيجابية تم تحقق النتائج إلى حد كبير التي أرادها ومن ثم سمعنا تصريحات من الطرف السعودية وطرف الرئيس الحريري ربما وكأنها تشير إلى ارتيار إلى نتائج ما جرى الأمير حمد بن سلمان قال الرئيس الحريري في وضع أفضل من حزب الله الرئيس الحريري أعلن بأنه لا تحالف مع حزب الله أعتقد بأن السياسة التي قلت بأنها متوائمة تسير إلى حد ما في وضع مرضي بالنسبة للطرفين دكتور أكرم في دقيقة واحدة لو تكرمت لوحظ الزياد في شعبية الحريري في الأونة الأخيرة حتى لدى جمهور غير المحسوب من أنصار التقليديين كيف تفسر ذلك؟ إنها مؤشر للمناخ المتفائل بدعم المملكة العربية السعودية للبنان من خلال المؤتمرات الدولية ولتيار المستقبل ودولة الرئيس الحريري الذي عبر عن هذا الدعم هو السيد محمد صفضي معي الوزير السابق عندما قال أنني أنسح من الرحيات السياسية ومن الانتخابات النيابية لمصلحة دولة الرئيس الحريري وهو المعروف بعلاقاته الجيدة جدا مع المملكة العربية السعودية على الصعيد اللبناني نحن نلمس مفاعل هذه الزيارة أنها زيارة احتضان ودعم تام لخيارات دولة الرئيس الحريري على الصعيد الداخلي في لبنان نعم سيدي والآن ننتقل إلى فقرة السوشال ميديا في هذه الفقرة نركز على وسم سعد الحريري على تويتر والذي حمل الكثير من التعليقات عن العلاقات السعودية اللبنانية تقرير ونكمل النقاش وسم سعد الحريري كان له حضور قوي على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيم تويتر وشهد الكثير من التعليقات التي تتعلق بزيارته الأخيرة إلى السعودية وكثرة في الوسمة تداول صورة السيلفي التي التقطها الحريري مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشقيقها السفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان واعتبرها البعض تأكيدا على عمق العلاقة بين الجانبين كما تداول الناشطون صور لقاء المسؤول اللبناني مع الملك سلمان في حين غمز آخرون إلى حديث البعض عن احتجاز الحريري في نوفمبر الماضي والشتائم المتبادلة حول هذا الموضوع ليؤكد المغرد السعودي أن هذا اللقاء يؤكد عدم صحة الشائعات المتعلقة بهذا الاتهام استاذ غازي احتفل كثير من السعوديين واللبنانيين بزيارة الرئيس سعد الحريري للرياض ولكن بعض السعوديين استغلوا المناسبة للتأكيد بأن اتهام بلدهم بإجبار الحريري على الاستقالة ما هو الا شائعات كيف تقرأ ذلك؟ أولا أعتقد بأن تفاعل السعوديين في مسألة التواصل الاجتماعي مع الجوانب السياسية والاجتماعية ومع التغيرات الحاصلة في بلدهم هو تفاعل طبيعي جدا وأعتقد بأنه مؤثر أيضا في توجيه الرأي العام في السعودية وفي أيضا بعض المناطق الأكليمية الأخرى هو تفاعل طبيعي أنا أعتقد بأن حزب الله قام بنوع من المواجهة الإعلامية التي أراد تسييسها عندما أعلن رئيس الحريري استقالته من الرياض أراد الانتحاء بهذا الأمر إلى ناحية أن الرئيس الحريري يخرج من عباءة التحالف مع السعودية والمراد بذلك كان للترويج داخل الرأي العام السني بشكل عام واللبناني بشكل عام إلى أن الرئيس الحريري ينفك على السعودية وبالتالي ليس هناك داعم إقليمي قوي للرئيس الحريري وبالتالي لا يمكن أن تثق الجماهير الشعبية بالرئيس الحريري خصوصا في مسألة الانتخابات القادمة وهو تعبير حقيقة برأيي تعبيرا اعترافا من جانب حزب الله بأن هناك هزائم تلحق بحزب الله سياسيا بعد هذا الأمر السعوديين أرادوا باعتقادي استغلال مثل هذه الفرصة لتأكيد العلاقة هو حتى لو لم يعلق السعودين على هذا الأمر أعتقد بأن الصور التي اتقطها الأمير محمد بن سلمان والرئيس الحريري وأعتقد بأن نتائج التي أعلنت وأعتقد بأن الارتياح التام الذي يظهر جليا على هذا الأمر هو تأكيد بأن كل ما حدث من بروباغندا إعلامية إبان إعلان الرئيس الحريري استقالته من أطراف إعلامية حزب الله هي الأساس رح أن تقول لك دكتور أكرم كيف تعاطى تيار المستقبل وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بعلامة زعيمهم مع السعودية البيئة الحاضنة لدولة الرئيس الحريري وليتيار المستقبل في لبنان هي بيئة يغلب عليها العقلانية السياسية والواقعية السياسية أكثر من السياسات الانفعالية وبالتالي هذه البيئة كانت داعمة وحريصة جدا على أن تكون علاقة دولة رئيس سعاد الحريري بالمملكة علاقة ثابتة ليست خاضعة لضغط أو لمتغيرات أو لسوء تفاهم أو لسوء تواصل أو لسوء تقدير سياسي البيئة الحاضنة لطيار المستقبل ولدولة رئيس سعاد الحريري هي بيئة مسيسة وهي على قناعة بأن إذا ما كان هناك وجهات نظر متباينة بين دولة رئيس سعاد الحريري والمملكة العربية السعودية بلحظة ما فمن الطبيعي أن تكون هذه غيمة صيف وأن تعود الأمور إلى مجرهها وأن تؤكد المملكة كل يوم كما هو حاطل فعليا على احتضان دولة رئيس سعاد الحريري هذه كانت ردة فعل البيئة الحاضنة لطيار المستقبل نعم أستاذ غسان كيف وجدت تفاعل لبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع العلاقات لبنانية السعودية وعودة خطوط التواصل بين المملكة وبين بلدهم أريد هنا أن أتذكر فقط الصورة التي نشرها الرئيس الحريري على تويتر والتي تجمعه صورة سيلفي التي تجمعه مع ولي العهد السعودي نرىها خلفنا في الستيديو الآن ومع السفير السعودي في واشنطن شهدت تعليقات عفوية جدا ترحيبية عفوية جدا ووضح أن هذه العلاقة تركت ارتياحا ليس بين الناس في الشارع السني ولكن بين اللبنانيين جميعا لم تخلوا التعليقات من إشارة إلى مطالبة بعض الناس بحقوقهم بعض موظفي سعودي أوجي السابقين بحقوقهم من سعودي أوجي وعيدا بل لكن بالجو العام كان هناك ترحيب لبناني كامل وارتياح لبناني كامل في عودة هذه العلاقات لأنها تعني الناس بشكل مباشر هذه العلاقة الإيجابية تعني الناس بشكل مباشر نعم سيدي في الختام أشكر ضيفي عبر ستلايت من بيروت دكتور أكرم سكرية أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة لبنانية وعضو مكتب التثقيف السياسي في تيار المستقبل وضيفي في الاستيديو المدير الأقليمي للمركز الديمقراطي العربي في الخليج غازي الحارثي والكاتب والمحلل السياسي لبناني غسان حبال والشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير اشتركوا في القناة